يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة من اليوم مبروك لمنتخبنا الوطني فوز في منتهى الأهمية في مستهل مشواره بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 فوز على المنتخب الغيني 1-0 منتخب مستهل منتخب كان عنده مواطن خطورة عنده لعبين مهمين عنده شغل فني محترم وبالتالي الفوز النهاردة حتى لو على ملعبنا وقسط جماهرنا فهو فوز مهم جدا بشكل أنفس هدف في الديئة 87 عن طريق البديل مصطفى محمد خبطت في المدافعين ودخل الجنة المهم إنها دخلت المهم إنها دخلت وخدنا أول ثلاث نقاط في التصفيات ثلاث نقاط قادر أقولك بيهم بإذن الله من دلوقتي ومن أول مباراة إن شاء الله نسعد لكاس الأمم الأفريقية وإحنا مش هايلين هم أوي بصراحة يعني لو هتسألني هقولك مش هايلين هم هنسعد هنسعد إحنا نتموحنا نكسب كاس الأمم الأفريقية مش نسعد لكاس الأمم أكا إحنا نكسب كاس الأمم الأفريقية ده الطموح طيب الحكاية النهاردة كانت إيه الحكاية النهاردة كانت على إيه الكلام النهاردة اللي كان بيتقال إيه كلام النهاردة إنه الأداء مش حلو طبعا الأداء مش حلو دي حاجة نقدر نجمل فيها الكلام دي كورة كلنا شايفين لا ده ما عجبناش كلنا كلنا مش مبسوطين كلنا أعلانين إن المباراة تخلص بالتعادل الفرص قليلة الأخطاء كانت موجودة دفاعيا وهجوميا كل حاجة عايز تقولها النهاردة ماشي لعبين معظمهم مش في مستواهم آه بس في نقطة مهمة نقطة نقطة في منتهى الأهمية إيه هي أجماعة ببساطة شديدة بلاش بلاش نهدم نفسنا بلاش إحنا اللي نكبر المواضيع زيادة عن اللازم الأداء مش حلو على فكرة منتخب مصر مع قلوس كروش الأداء ما كانش حلو مع أجيلي الأداء ما كانش حلو حسام البدري الكابتن الكبير حسام البدري الأداء ما كانش حلو إحنا عايشين فترة الأداء مش حلو دي مش مشكلة مدرب في الأساس مش مشكلة الكابتن أهاب جلال في الأساس الراجل ده مش معه عصص الحلو لو حعمل كده فالأداء يتحول بسرعة ويبقى حلو مفيش كده أبدا من أول مباراة إيه ده هو ده بقى الكابتن أهاب جلال اللي انت قلت لنا هيغير شكل المنتخب هو ده الكابتن أهاب جلال اللي هيعمل كرة حلوة هو ده الكابتن إيجاب جليل اللي هيلعب كرة على الأرض هو ده الكابتن إيجاب جليل اللي هيعمل تيكي تاكل المنتخب المصري ممكن ده يحصل إن شاء الله يحصل نكون هنا ثقة في الكابتن إيجاب جليل ده يحصل بس مين قال ده يحصل من أول مباراة بلاش من أول مباراة ده من أول 45 دقيقة الواحد بيسكرول كده على السوشيال ميديا الناس تقولك هجوم منطقاد يا جماعة فيه كده فيه أي حد في الكون بيتحكم عليه في مسئولية أولة أول 45 دقيقة أنت لو حضرتك يعني مدير في شركة أول يوم تنزل فيه مدير لشركة محدش هينفع يحسبك في أول يوم ولا أول شهر بالمناسبة ولا شهرين كمان مش كده لسه الراجل بيتعرف عن المنتخب لسه بيشوف التشكيلة الأمثل اللي ممكن يبني عليها أفكاره ممكن يكون عنده أفكار بس لسه ما حفظهاش لللعابين مش هي أمتى يومين ثلاثة كانوا في معسكر مابيش يا مستحيل يتحكم عليه النهاردة أهو الأداء مش حلو بس هيتحكم عليه وقت من الأوقات قدام شوية نقول ساعتها أن الكابتن الأياب جلال النهاردة عمل تشكيل مش حلو أن الكابتن الأياب جلال تبديلاته مكادش كويس أن الكابتن الأياب جلال ما أقراش الخصم بشكل كويس ينفع نعمل كده بس مش النهاردة مستحيل في الكون كله مستحيل مع أي فريق أو أي منتخب مستحيل المدري يتحكم عليه من أول مباراة في كده